اشتركوا في القناة وفي سياق منفصل حجزت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الأحد نظر الدعوة المطالبة بإصدار حكم بعد ظهور الفنان محمد رمضان في الإعلام لجلسة 25 ديسمبر للحكم كانت قد أقيم الدعوة القضائية طلبت بمنع الفنان محمد رمضان في الظهور في الإعلام أمام الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة واختصم المحامي مقدم الدعوة في دعواه المقامة ضد أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد رمضان وجاء في الدعوة أن أعمال محمد رمضان الفنية ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا وأن النقابة تعقس القيم التي تربى عليها المصريون وأكد المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين أن النقابة كانت دوما تمثل القوة النعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ والأخلاق التي تربى عليها المصريين وحددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 20 ديسمبر لنظر دعوة الإعلامي عمر أديب ضد الفنان محمد رمضان وكان عمر أديب تقدم بأربع بلغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان وتضمنت الاتهامات سب وقسف وتشهير وإساءة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعود الأزمة عندما نشر محمد رمضان فيديو ظهر فيه بيرمي أموال في الحمام السباحة من فيديو ترويجي لأحد أغنيه لينتقد عمر أديب ويقول أن تصرفه بيستفز الشعب المصري وطبعا رد محمد رمضان على تصريحات عمر أديب بطريقته ونشر فيديو من مسلسل الأسطورة وركب عليه صوت عمر أديب وهو بيقول يا محمد إحنا اللي كنا فكرين موسى طلع فرعون يرد بقى محمد رمضان بطريقة الأسطورة بس يا بابا وحاليا يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل العمدة اللي بينافس فيه في رمضان اللي جاي 2023 تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هيب سعدي وبطولة محمد رمضان وزينة وإيمان العاصي وهلا صدق ومي كساب وأحمد داش وهيدي كرم وفريدي سف النصر وطرق النهري وطرق الدسوقي وعدد آخر من الفنانين وبتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي وإنشغل محمد رمضان الفترة الماضية في تصوير فيلم عزيرو اللي بتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وشاركه في البطولة الفنانين اللي كريم ومن تأليف متحة العدل وإخراج منذ العدل كما تعاقد محمد رمضان مؤخرا على بطولة فيلم مرزوق وإيتو ومن المنتظر أنه هو هيبدأ تصويره خلال عام 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر